بسم الله الرحمن الرحيم سنبدأ في هذا الجزء في تناول فعلية التخطيط من حيث مزاياه وعيوبه وكذلك زيادة فعليته سنبدأ أولا بمزايا التخطيط أن التخطيط الجيد يضمن للإدارة حسن توزيع واستغلال الموالد المتاحة وكذلك الاستغلال الأمثل لهذه العناصر ثانيا يتضمن التخطيط تحديد معيير للأداء سواء على مستوى الأفراد أو الأقسام وهذا يساعد الإدارة في تقويم النتائج ومراجعة أسليب الأداء ثالثا من المزايا الناتجة عن التخطيط هو أن كل فرد في التنظيم يعرف تماما المطلوب منه من عمل ومن ثم تصبح طرق التوجيه والاتصال بالأفراد سهلة وواضحة ولا تحتمل اللبس أو الغموم رابعا التخطيط يدفع الأفراد للعمل لأن كل فرد يدرك مسئوليته ويدرك نتائج عمله على أعمال الآخرين ويزداد عمق هذه المسئولية متى ما اقترن ذلك بالتحفيز المادي والمعنوي من قبل الإدارة بالجانب الإنساني في التخطيط خامسا يساعد التخطيط في التعرف على مختلف النشطات والأعمال في المنظمات ومواقع الاختناقات وعلى المشكلات المحتملة وكذلك التعرف على نواحي الفائض أو النقص في الإمكانيات وعلى طبيعة العلاقات بين الأفراد والأقسام ورغم كل هذه المزايا السابقة إلا أن البعض يأخذ على التخطيط العيوب التالي أولا أن عدم التأكد من طقة المعلومات والبيانات المتجمعة قد يقود إلى بناء خطة غير سريمة تكون عرضة للاهتزاس والتغيير عند حدوث أي تغييرات في الظروف التي على أساسها وضعت الخط اثنين يرى البعض أن نوضع الخطط مكلف وأن من الأفضل أن نصرف والأموال والجهود المبزولة في التخطيط على التحسين والتطوير المباشر عند كل ظرف يتطلب التحسين ثالثا يعيب البعض على التخطيط في أبعاده السيكولوجية النفسية ذلك أن التخطيط يعني العمل في ظروف مستقبلية غير مؤكدة وهذا يعني بالتالي نشوء حالات من عدم الاستقرار والتغير في المستقبل وعند كثير من الناس فإن الاهتمام بالحاضر أفضل كثيرا من الاهتمام بالمستقبل المجهول رابعا يقال أن التخطيط يحد من قدرة العاملين على المبادرة والابتكار ويحصر أداءهم في نطاق ما هو مطلوب فقط من الخطة خامسا يرى البعض أن من مساوى التخطيط عاقة اتخاذ إجراءات فورية للمشكلات أو المواقف إذ يتطلب الأمر الرجوع دائما إلى الخطة سادسا وأخيرا فإن هناك قول شائع بأن أحسن النتائج التي يمكن الوصول إليها هي تلك التي تتحقق من اتخاذ إجراءات فورية عند حدوث الموقف المستجد أو المشكلة حيث يتوفر عنصر التأكد ومن ثم يكون الحل المتخذ أكثر معقولية بدلا من اتخاذ حلول حاضرة لمشاكل مستقبلية لا يتوفر فيها عنصر التأكد بالإضافة إلى التحفزات السابقة فإن هناك بعض العوامل التي تؤدي إلى سوء التقدير في التخطيط ومن تلك العوامل هي 1. عدم الأخذ في الحسبان بعض المواقف الطريقة التي يمكن حدوثها والتي سبتت تاريخيا حدوثها في المنظمة 2. قد يحدث سوء التخطيط حينما تتقيد الإدارة بخطة واحدة دون إفساح مجال للمرونة ومن هنا تقف الإدارة موقف العاجز عند حدوث أي ظرف مغاير لتلك التي اعتمد عليه في الخط 3. يحدث سوء التقدير في التخطيط حينما يعتمد المدير في وضع الخطة على التقدير الشخصي والحكم الشخصي له ومن ناحية أخرى فإن المبالغة في التخطيط يمكن أن يأخذ الصور التالية حينما يحاول المدير أن يجمع معلومات وبيانات لا تفيد الخطة ويستخدمها من أجل التنبؤ بأحداث يصعب عادة التنبؤ بها 2. المبالغة في جمع التقارير وإعدادها بشكل تفصيلي وهذا أمر مرهق من قبل المدير أو المساعدين أو المرؤوسين وذلك بدافع القضاء على عناصر المخاطرة والمغامرة 3. الإنفاق المتصاعد من حيث الوقت والجهد والأموال في جمع المعلومات والبيانات من أجل التخطيط 4. الرقاب المستمرة على تنفيذ الخطة من أجل التأكد من نتائج الخطة هذا يهدر الكثير من الوقت والأموال 4. إعداد الخطة لكل صغيرة وكبيرة في المنظمة في الوقت الذي تفرض فيه بعض الأحداث ضرورة اتخاذ إجراءات فورية دون خطة مسبقة 5. ورغم ذلك إلا أن هناك بعض المعيير التي يمكن أن نتبعها لضمان سير الخطط على الوجه الذي يحقق الأهداف المطلوبة وتؤدي إلى زيادة فعالية التخطيط 6. أهم تلك المعيير أولا اقتناع الإدارة العليا بأهمية التخطيط وأقتناع الذين سيقومون بالتنفيذ بأهمية الخطة 7. مراعاة الإمكانيات المتاحة للمنظمة سواء الحاضرة أو التي يمكن توفيرها ومن ثم فإن التخطيط سيتم على ضوء هذه الإمكانيات 8. أن التخطيط الجيد لابد أن يأخذ في اعتباره توقعات المستقبل ومن ثم فإن على الإدارة أن تتعرف عن كسب وبكل عناية خاصة على العوامل الخارجية التي لا تقع تحت سيطرتها لضمان سلامة التخطيط وتقليل المخاطر 9. أن توفير القدرات البشرية المؤهلة في المنظمة يساعد على سلامة التخطيط الجيد ومن ثم الالتزام بالتنفيذ من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة 10. كلما أمكن إشراك الأفرار العاملين في جوانب التخطيط على الأقل التي تخص إدارتهم وأقسامهم يؤدي ذلك إلى التجاوب في تنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف المطلوبة 11. يجب وجود خطط بديلة أي أن التخطيط الجيد لا يعني الالتزام بخطة واحدة لابد من تنفيذها خلال فترة مستقبلية بل يجب أن يكون إلى جوار هذه الخطة الأساسية خطة أخر بديلة قد تكون مختلفة جزئيا عن الخطة الرئيسية ولكنها تأخذ في الحسبان تغير الظروف المحيطة بالمنظمة 11. تزداد فعالية التخطيط عند تجزئته إلى مراحل متعاقبة 12. سامنا وأخيرا فإن التأكد من تنفيذ الخطط وسلامتها يستلزم المتابعة والتصحيح المستمر عند الانحراف عن النتائج 12. إلى هذا الحد تنتهي الوحدة الثالثة المتعلقة بالتخطيط وسننتقل في المحاضرات القادمة إن شاء الله للوحدة الرابعة والتي تدور حول مبادئ وكيفية أعداد الخطة الإدارية ترجمة نانسي قنقر